النادي الاهلي. النادي الاهلي. تشكيلة مثالية النادي الاهلي مع الصفقات الجديدة. هنروح بقى ليه التلاتة اللي بيلعب بيها فريرة هنروح ليه الاربعة اتنين اه تلاتة واحد. الشكل اللي بيلعب بيه مارسل كولر. اه طبعا لسه ما شوفناهوش في المباريات الودية لكن شكل المعتاد يلعب بيه سواء مع بازل او مع منتخب النمسا. الاربعة اتنين تلاتة واحد. طبعا. السنائي. وهنا هقفلك عشر سوائنا عند اللاعب التالي محمد عبد المال يمضون بمكانه. محمد عبد المال يمضون بمكانه في تشكلة النادي الاهلي. هل محمد عبد المال يمضون بشماله ولا مين ده اللي يحدد مين اللي يلعب جنبه. ما بين رامي ربيعة وياسر ابراهيم. لو لعب محمد عبد المال يمضون بناحية اليمين. ياسر ابراهيم هو اللي يكون موجود ناحية الشمال. لو لعب ناحية الشمال. هكون رامي ربيعة هو اللي موجود ناحية اليمين. في الظاهير الايصر طبعا على معلول حاجز مكانه في الظهير الأيمن أكرم توفيق وعودة أكرم توفيق هتدي ثق لجماهير النادي الأهلي والمارسل كولر بسبب الأدوار الدفاعية الجيدة لخصاته بيال أب 4 وما بلعبش 3 اتنم في وسط الملعب عمر السولية وقاليو ديانج الثلاثي الأمام اللي بيعليه كلام كتير جدا وهتوقف على حالة اللعيبة والعودة من الإصابات قبل ما يرجع بيرسي تاو خلينا نعتبر أنه مش يبدأ السيزن مع النادي الأهلي لأنه لسه في مرحلة التجهيز هحط هنا ببنتها البساطة برونو سافيو هنا كجناح أيمن شادي حسين كجناح أيصر محمد مجدي أفشا بلايميكر مهاجم وحيد محمد شريف كل كاليو حمي يقوله ده حتى الآن قبل ما يبرم النادي الأهلي صفقات مستهدفة خلينا نقول لك لقطتنا على الصفقات فده التشكيل من وجهة نظري حتى الآن قبل عودة بعض اللاعبين المصابين المهمين وبالمناسبة مارسل كولر لما شاف فيديوهات أو مباراة لبيرسيتاو مقتنع باللاعب جدا وبإمكانياته وطالب بسرعة تجهيزه لكن بعدم التعجل بنزوله عشان لا يصاب مرة أخرى طيب الأهلي لسه في صفقات النادي الأهلي بيستهدف التعاقد خليني أقولك قبل ما يستهدف النادي الأهلي أنا هاتفاؤه اليوم مع نادي ودي دجلال للتعاقد مع سبعة لاعبين سبعة؟ سبعة لاعبين خمس لاعبين للمراحل السنية 2005 و2007 أشهرهم اثنين لعيبة وميزين جدا تذكر الاسمين دول يا كريم محمد زعلوك وأحمد كواكا يبكر الأسامي مميزة شوية اثنين لعيبة في 2005 واثنين لعيبة في فرقة 2007 والعيبة في مواليد 2008 لكن اثنين لعيبة النادي الأهلي يستهدفهم علشان يخشوا على الفرقة الأول على طول ثنائي منتخب الشباب واثنين بالمناسبة هم الكبات المتعب منتخب الشباب عبد الرحمن رجدان سنتر باك موجود النادي الأهلي بيحاول أنه يدعم المركز ده ويخفض لعيبة خلاص النادي الأهلي أنهى الاتفاق لا يبدأ كويس جدا يتبقى غدا أنه النادي الأهلي هيبعت الشيك ونادي ودي ديجلا يسلمه من الاستغناء مع نادي ودي ديجلا عبد الرحمن رجدان لعيبة الثاني وزي ما ترككم مرتين دول كبات الفرقة دي يمكن في البطولة العربية ما كانش موجود كمصاب كريم الدبيس كريم الدبيس محمد أشرف لعيبة بروميسينج قوي جدا علي معلول موجود لكن اللي كان لازم لعيب تالت فالنادي الأهلي بيحلص مع ليب أجنبي أخر النادي الأهلي اقترب اقترب من حسم لعب أجنبي لاتيني معرفش لسه الاسم لكن النادي الأهلي اقترب لاتيني لاتيني مش أفريقي بيلعب في الاتنين بوزيشن بلاي ميكر وجناح وده واحد من احتياجات النادي الأهلي والنادي الأهلي لسه بيفكر وبيدرس لكن متقرر أنه هيتعاقد مع لعيب تحت السن أجنبي فالنادي الأهلي بعدما حسم التعاقد مع كريم وعبد الرحمن رجل دان فيما يخص الفريق الأول اتنين لعيبة لازال بيدور عليهم لتنين لعيبة أجانب بالنسبة لي السوق المحلي النادي الأهلي تقريبا قفل كل التعاقدات بتاعه ومش هيدخل فيه التعاقدات إلا باستثناء لقدر الله إصابات لأي لعب نتمنى لخل الجميع أنه النادي الأهلي مركز قوي 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 على اتنين الأجانب اللعيب تحت السن في الفئة السنية 2001-2002 مواليد 2001-2002 واللعيب التاني يلاقي بلاي ميكر وجناح فوق السن عشان يكمل خمس صفقات بتاعك